طيب هنا كماني ايه اللي ممكن يبشرنا بالمنام في المنامات ان احنا ممكن نقوم نفرح اوي اوي ونقول الحمد لله رب العالمين ان فيه رزق جاي في المنام الماء سبحان الله المية لما شوفها في المنام شكلها نظيف شكلها جميل والمية طبعا لها عديد من التفسيرات ولكن انا بقول لي هنا اي مخلوق من بني ادم شاف في المنام ان هو بيشرب مية يعني جاب كباية كده وبيشرب منها فده دليل على الرزق اللي جاي له في الطريق على الخير والمال الوافر اللي هيجي له في الطريق ليه لان المية هنا في المنام بتدل على العيشة على الحياة على الاستقرار واجعلنا من الماء كل شيء حي فهنا الانسان لما بيشوف نفسه ان هو بيشرب مية في المنام وكاتل مية نظيفة ولزيزة وقدر يشرب 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 منها بمقدار ما شرب من المية النظيفة ديا بمقدار الرزق اللي جاي له في الطريق يعني ربنا سبحانه وتعالى هيبشره بخير وبرزق طيب ايه تاني المية لو شفناها في المنام نظيفة جدا وفيه انسان يعاني من بعض الهموم أو النكد أو الضيق ضائقات مالية في حياته في عشته في شغله وشاف نفسه ان هو داخل ايه بيجيب مية ويستحمى بها يعني دخل حمام واستحمى بمية نظيفة وخط شاور ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشر بيقوله ايه بقى دي الخير اللي في المنامات اللي احنا ممكن نشوفها نقم بسوطين اوي اوي ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوله اه خلاص الديون اللي عليك ممكن تسددها المشاكل اللي انت كنت بتعاني منها هتروح عنك ان شاء الله وهيبقى فيه خير كتير اوي 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 طيب ايه تاني كمان المية في المنام لما الانسان يشوف نفسه ان هو ماشي في مية لا فيه فرق ما بين يمشي على المية لان فيه رمز كده وفيه فرق يمشي في المية يعني ايه يمشي في المية يعني انسان شاف نفسه مثلا حاطط رجله في اناء مية والمية ده نضيفة شايف نفسه ان فيه مية كده بدأت تخش كده عليه وهو واقف فيها والمية ضيا غطت رجله بمستويات معينة ده دليل على لو المية نضيفة دليل على امر مهم جدا يا جماعة ابينوا لحضراتكم ان المنام ده فيه خير كبير جدا خير ايه ده الانسان اللي بيشوف نفسه ان هو دخل عليه مية ورجله بمستويات معينة واقف في قلب المية دي والمية ده نضيفة زي مية نهر او مية طرع بس تكون نضيفة وجميلة ندليل على الانسان ده هيشوف في الايام المقبلة غنى ما بعده غنى حياة تانية ده يتحول حياته من تحت الفوق يعني ايه من تحت الفوق يعني الانسان ده لو كان معدم او بيعاني لا ده ربنا هيغنيه لربنا سبحانه وتعالى هيعطيه من الفرج ومن الخير مفيش يعني مش قادر اوصف لكم جمال الاشهارة ديا في المنام ان حد يشوف نفسه واقف في قلب المية خير وبركة ومال غنى تيسير امور ان كان طالب في الدراسة او في الجامعات ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه لأفضل واحسن الدرجات البنت اللي ممكن تكون عزباء ان هي وقفة في مياه والمياه نظيفة ووقفة فيها كده ومستريحة لدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بقولها الايام الجاية الايام الجاية تتجوزي من انسان هيروح قلبك هيكون انسان ما تيسر الحال حياتك هتكون جميلة اوي 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 هيكون لك اولاد وزرية طيبة اوي اوي انا لو اتكلمت عن رمز وقف الانسان في ماء يعني وقف برجله وتابع المستوى بتاعه لغاية رقبته لغاية تكافي رجله لغاية لغاية فلو اتكلمنا هنقعد نتكلم سنة ليه لان المنام ده انا فسرته لناس كتير جدا ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله الله اكبر ما فيش حد شاف المنام ده الا ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فتح له ابواب الرزق ابواب الخير ما فيش فقير شافه الا ما اختنى واظن ان من حوالي 6 سنين فسرته او عبرته الاخ كان قريب مني وان هو كان في ماء او كلام من ده الانسان ده اختنى النهاردة كان حالته المادية ممكن كان بيستلف النهاردة حالته بقت متيسرة بقت حالته جميلة جدا معه فلوس ومعه وبقى حياة طيبة جدا جدا فهنا الماء هنا ممتزة جدا لما يكون نضيفة بتزول الهموم التعب المشاكل طيب عشان ما اطولش عليكم ايه الرمز التاني ان انا يشوفه في المنام اقوم فرحان و اقوم مبسوط لما شوف نفسي ان انا بتوضى برضو كرجعنا للمية لما شوف نفسي ان انا بتوضى بتوضى بالمية بتوضى لاي صلاة بس بتوضى بس خلصت الوضوء اسمعونه جيدا يا جماعة هنتكلم هنا بعلم مش اي كلام انا بتوضى في المنام خلصت الوضوء هنا لو خلصت الوضوء في المنام وكادت المية انظيفة دليل على امر انا بسعى له هيتحقق و هيكون في خير كبير جدا لو مسافر ربنا هيوفقني في الصفر وهسافر في امن وامان لو بنت شافت نفسها ان نيابة اتوضى بتقدم لها عريس وصلت استخارة ولقت نيابة اتوضى في المنام وخلصت الوضوء انا بقول لها توكلها على الله يلا بسرعة وافق عليه تمام كده طيب لو فيه انسان بيسعى العمل عايز يفتح مشروع او بيفكر يفتح مشروع وشاف نفسه ان هو بيتوضى ده دليل على ايه دليل وخلص الوضوء دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه في مشروعه وهيختنى منه او او فبقوله بسرعة يلا اعمله بسرعة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك انسان مريض بيعاني من مرض وتعبان بقاله فترة ولقى نفسه ان هو بتوضى ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه بالشفى هيكرمه ان شاء الله ان يزول عنه التعب والمرض حتى لو كان مرض كبير جدا جدا لقصة سيدنا أيوب عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا يختسل منه يا الله فهنا المية هنا كاملة جدا في المنام